أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بلا إعلان عن موعد جديد للتصويت على مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة رفع البرلمان جلسته وبقي الصراع على من يشغل تلك الوزارات قائما على أشده وتوقفت بازارات المحاصصة عند حقيبة وزارة الداخلية بالدرجة الأولى فضلا عن الوزارات السبعة الأخرى مصادر مطالعات حدثت عن تغييرات في قسمة حصص بعض الوزارات التي كان مفترضا أن يبت بها في السادس من الشهر الجاري حيث ستصبح حقيبة وزارة العدل من نصيب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رغم اعتراض الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني كما أن وزارة السياحة والآثار حسمت بحسب المصدر لكتلة ميليشيا العصائب وحقيبة التعليم العالي لقصي سهيل مرشح كتلة دولة القانون كل تلك الوزارات في كفة ووزارة الداخلية في كفة أخرى لأنها تعد من أهم دفات القيادة السياسية للعراق العائم على بحر من الفساد والفوضى فالح الفياض ذو التاريخ المرتبط بأشد مراحل الانتهاكات بحق العراقيين لا توافق عليه حتى الآن بين الكتل المتنافسة رغم أن معارضيه لم يقدموا بديلا لكن أطرافا أخرى خارجية تريد استعجال حسم حقيبة الداخلية للفياض ميليشيا حزب الله اللبناني وبتخويل إيراني روسي مشترك أبلغ الكتل الكبيرة ضرورة تولي الفياض الداخلية هذا ما كشفت عنه صحيفة الشرق الأوسط موضحة أن مسؤول الملف العراقي في ميليشيا حزب الله أبو محمد الكوثراني يراقب مسارات تشكيل حكومة عبد المهدي في السر والعلن وأوعز إلى المتصارعين ضرورة تعيين الفياض وزيرا للداخلية وفي ذلك إشارة إلى أن الكلمة الفصل في كل خلاف سياسي في بغداد هي لإيران ومن ورائها يد روسية ممتدة إلى العراق